تطبيق التوقيت الشتوي بيخلي الناس تاخد راحتها في النوم شوية لكن بيكون في بعض الأطفال متعودين أنهم يناموا متأخرين خاصة أننا في أيام الدراسة طبعا وبيحتاجوا الوقت طويل لكي يزبطوا النوم بتاعهم لكي يصحوا الصبح فيقين للمدرسة والله ما الأطفال بس نحن كمان وانت جاي هون وانت كويس النهاردة؟ من ساعة تغيير الساعة الواحد فعلا بينام أفضل مع تغيير الساعة لكن فكرة تغييرات النوم دي بتيجي دائما بالتزامن مع تطبيق التوقيت أو تغيير التوقيت طبعا نصائح كتير عايزين نقدمها للأمهات إزاي يقدروا يساعدوا أولادهم على تغيير موعيد النوم وتفاصيل تانية متعلقة بتغير الفصول كل هذه التفاصيل هنعرفها النهاردة من ضفتنا دكتورة دينا إبراهيم أستاذ الطب النفسي بجمعة عين شمسي اللي من ورانا صباح الخير عليك يا دكتور صباح النور أهلا بحضرتك هل في حد ممكن ما يتأثرش بتغيير الساعة؟ لازم يكون الناس تتأثر؟ هو أي تغيير في موعيد نومي أبقى مضطرة لها ده بيبقى صعب شوية بس إحنا عندنا مرتين تغيير ساعة في السنة المرة اللي بتحصل في هذا التوقيت اللي هو التغيير الخريف إن إحنا بنتأخر ساعة ده لطيف عادة لإن إحنا بنكتسب ساعة زيادة خصوصا لو نايمين قبل ساعة نشر فبحث لأ أنا وتقريبا صحية في معادي مش متأثرة قوي بهذا التغيير وفاية بالزبط كده تمام؟ المشكلة بتحصل أكتر في أني أنام واصحة لأي نفسي فيه ساعة نقصة من نومي ده التغيير اللي بيحصل لها في شهر أربعة أو في شهر تالي ده اللي بيبقى صعب التزبيطة بتاعته دي اللي بتاخد شوية وقت وزي ما حضرتكم تفضلتوا ده كلنا بيتأثر أكتر الأطفال والمرهقين والسن الكبير دول بيبقوا فيه مشكلة دايما في تزبيط النوم لأن الرادي النوم بتاحهم فيه صعوبة الأطفال والمرهقين كده عشان عندهم موعيد مدرسة فمضطر يصحى بدري وعايز يرايح يمتحان ويبقى مركز ويبقى فايق وكده فده بيبقى صعب وطبعا الوظائف اللي بيبقى فيها شيفتس برضو دي بتبقى فيها مشكلة الناس الكبار عشان بيبقى فيه برضو صعوبة في أنهم أصلا يدخلوا في النوم ويصحوا في موعدهم فدي بتبقى مجموعات بتبقى أكثر عرضة أن ممكن ده يؤثر عليهم وعلى جودة النوم وأنهم ياخدوا كثيرا أنا كأمة أتعامل إزاي مع أولادي اللي بيتضرروا من ده وبيحس أنهم مش قادرين يصحوا الصبح وتعبنين جدا خصوصا أنه زي ما بنقول كده الوقت كمان بدأنا في درجات الحرارة معتدلة فالجو بياميل أكثر للخمول وأن أنا مش قادر أصحى من النوم أتعامل معهم إزاي أول حاجة أن أنا ما يبقاش هو ده بس اللي بيها يزبط معايا هزبط معا النوم من الأول من البداية يبقى أنا ليا روتين في النوم النوم إلى حد كبير عادة إحنا لنا الساعة الداخلية في الساعة البيولوجية بتاعتنا والساعة الداخلية بتاعتي أنا متعودة بنام في الساعة واحدة الساعة 12 ساعة كده أنا علشان أغير في توقيت نومي ده بياخد وقت فمثلا الأطفال أحاول بقدر الإمكان حتى إحنا الكباري يبقى لنا روتين يومي ثابت ما يتغيرش عشان لما يبقى فيه تغيير يبقى تغيير واحد قادر أتعامل معا اللي هي الساعة اللي تقدمت أو اتأخرت فالأطفال أحاول دايما أنهما يبقوا رايحين في موعيد سابتة بدري يبقوا أغدين كفيتهم لأن الأطفال بتبقى عندهم احتياج للنوم احتياجهم للنوم مش بس علشان هرتاح وجسم يرتاح لا ده راحة نفسية وجسدية وللتركيز وللنمو حاجات كتيرة جدا مهمة قوي للأطفال والمرهقين في هذا الوقت حضرتك اتكلمت عن جودة النوم ساعات؟ لا لا في ناس كتيرة فعلا بتقعد في السرير ممكن نمت 11 ساعة بس الصحي مصدع وحس ان ما نمتش ولا دقيقة دي مشكلة في جودة النوم مش بالمدة راجل عمل عليه داخل السرير داخل ينام زي ما حرتك بتقول كده بيبقى في عوامل أخرى أنا مضغوط أنا متدايق أنا داخل النوم زي ما كنت وتفضلت في الفقرة السابقة هربان من حاجة فانا ادمغي شغالة وشكلي نايمة في عوامل كتيرة في مرض في تعب في وجع في جسمي فانا قاعدة في السرير كتير بحاول نام النوم متقطع لكن هو ساعات طويلة انا قاعدة في السرير فجودة النوم لها حساباتها غير مدة ساعات النوم جفاقت النوم حاجة مهمة جدا انها بتعتمد قد ايه أنا بدخل في مرحلة النوم العميق النوم العميق اللي بتتميز فيه خلايا المخ ان هي بتبقى فيه هدوء النشاط فيها بيقل جدا فتحس انك نمتسحة الصبح الليقول احنا حتى الريستورتف اللي هو أنا نمت النوم اللي ريحته هممكن ساعتين تلاتة بس صح يا فائقة دي فيها احلام انا كنت سمعت ان جودة النوم مرتبطة بالحلم لو حلمت يبقى انت فعلا خدت قصة كافية من النوم حتى لو ما كانش نوم عميق حتى لو ما كانش المدة كانت طويل ام لا بالشرط لان احنا عندنا نوعين من الاحلام احنا عندنا كذا مرحلة في النوم في مرحلة معروفة بتاعت الاحلام المراحل الاخرى للنوم ممكن يبقى فيها بعض الاحلام برضو تمام بس ممكن احلام مزعجة ممكن كوابيس حاسة ان انا صح يا كل اللي انا عيشته الصبح شايفة بالليل فما نربطهاش قوي بالاحلام إلا لو حلم لطيف بقى وحاسة ان انا صح يا مفتوطة يبقى غالبا نمتي طب هو النوم ممكن اقسمه يعني ساعات النوم ممكن تبقى مقسمة فيه نوم بيبقى مرحلة الجسم فيها في بداية النوم بعد كده نوم عميق غيرها وافضل ساعات النوم ايه كمان؟ يعني اعرف ان هو من عشرة بالليل لساعة واحدة الصبح تقريبا؟ لا مش عشرة الواحدة لا هقول لحاراتك حاجة او احنا كل سن وليه احتياجات ساعات نوم فمثلا لو هنتكلم على الاطفال فبنتكلم متوسط مثلا من 28 الى 10 او مثلا من 09 الى 11 اللي هما الاطفال مثلا لحد 6 سنين سبع سنين في فترة ان هما سن المدرسة والمراهقين بنتكلم في حوالي من 8 ساعات او كده ده بيبقى كويس قوي بيننزبان في السن الاكبر شوية بـ 18 سنة او اكبر بنتكلم 7-8 ساعات احنا بقول 8 ساعات دي فيه شباب او أولاد بيناوموا 8 ساعات دي مثلا من الساعة الصبح للصاعة 6 المغرب زي ما حريك بتقولي كده حكاية بقى الشيفتينج بتاع النوم ده لأ ده مش صحي خالص. هو أحسن فترية النوم النوم بالليل. اللي هو مثلا بنتكلم مثلا ما حريك بتقولي كده من 11 لحد 6-7 الصبح. لأن كمان اللي بيعتمد وبيعمل هذا السيكل. زي ما بقول حريك فيه تغيرات جسمانية وهرمونية وموصلات عصبية بتزيد وبتعلم. فأنا محتاجة بقى منتظمة. وده التوقيت اللي الجسم بيزبط فيه كل الحاجات. لما أنا نام الصبح فيه هرموناتها تتغير. وده بيأثر حتى على المناعة. على الصحة الجسدية. على الشراها في الأكل والشهية. بيأثر على صحة القلب. بيأثر على التركيز والزاكرة والانتباه. لأن ده مش المعاد اللي زي ما بقول حريك. اللي هو بيعمل النوم اللي هو الريستوريتف. اللي هو استعيد بيه نشاطي. اللي هو فعلا أنا استعدت نشاطي صحي الصبح في كامل نشاطي. طيب مع تغيير التوقيت. أنا بدأت أعود ابني واحدة واحدة على أنه هينام بدري. وإحنا كنا معاودينهم قبل كده أو حتى كنا في أجازة. أو حتى قبل التوقيت ما يتغير. كانوا بيصهروا بروحيتهم. ما فيش مشكلة. في يوم في الثاني في الثالث في الرابع بدأ يتعود. جينا يوم أجازة. يومين أجازة عند كل الأفضلات في المدرسة. وهي دي لغلطة. ما لحيش يتعود أربع تيام ولا خمس تيام. بالضبط. لأن من أفضل الحاجات أن الروتين يفضل سابت. سواء في الويك دايز في أيام الأسبوع أو حتى في الويك أنز. حتى لو هسيب ابني يصهر ساعة. ساعتين. بحيث أقدر تبقى سهلة في تغييرها. يعني يصهر ساعة. لكن أكتر من كده. زي محارك بتقول. هيعمل لغبطة تانية. هنصحى يوم الحد بالخناقة إياها. وبنزعق كل البيوت. عشان عايزين نصحى. عشان نايمين براح متأخر. يعني حتى لو هسيب ساعة. ساعة ونصب كده. أكتر من كده. وزي محارك بتقول كده. هيتلغبط تاني. هنقعد يومين تلاتة على ما نصبط. نرجع تاني نحوش ويك أند. فأحسن حاجة. السيستم يبقى ثابت في كل الوقت. وبقى حتى مفاهما. في ناس بسببت السيستم ده صف شطة. أنا يعني كأمه ما بقدرش أعمل ده بصراحة. بس في ناس بتعمل ده. وغالبا كل البيوت كده. لأنه بيبقوا عايزين بقى الصيف والحر بيساعد أو أنهم بقى صحيين طول النهار. وكده وعندهم اكتيفيتز وفي النادي وتمارين أكتر. لكن نحاول بقدر الإمكان. إن حتى في الشتاء اللي ده لنا كمان محتاجة فيه تركيزه. انتباهه في المدرسة. محتاجه يبقى صاحي. مش يعني زي ما قولها كده مقاريف. مزاجه مش حلو. مش عايزة يخش مني. مثلا هو يبقى مزاجه متوتر أنه مش لاحق أنه مش مرتاح. ويبتدي يبقى عصبي في المدرسة. ما أنا هيبقى عندي مشاكل ممكن تحصل بسبب لغبط النوم دي. إن أنا كل يوم. لأنه زي ما حريك تقول كده هو مش هيطلغبط يوم. هيبقى كذا يوم. فهيلاقي فيه حاجات بدأت تتراقب. يجي يوم بقى ماني. مثلا يبقى ليلة امتحان. ألاقيه راح داخل نايم. ومش عارفة صحيح. لأنه فيه حاجة اسمها السليب دات. اللي هو الدين. لو ما خدتش كفاية في النوم. بيبقى على يدين. جسمي هياخده هياخده بلا نقاش. هيجي يوم. هتلاقي نام كده حركة. عشر ساعات. وبتشيله ما فيش. هو ما بيقومش ما بتحرك. طيب. هو فيه مننا كائن ليلي. يعني يحب الصهر بالليل. ومع بيعرفش ينام بالليل. وفيه ناس تانية اللي بتحب ينام بالليل. هل دي صفة مكتسبة؟ يعني مناخدها لما بنكبر. ولا ممكن تكونوا من واحدة أطفال عندنا. ولو أنا عندي طفل كائن ليلي. فيه ناس طبيعتها كده. هي زي ما حريبا تقولي منه هم أطفال. فيها جزء تحكم جيني. فيه اللي احنا ما نسميه من نايت آولز. اللي هي الناس اللي بتصبتوا على صهر. هم حياتهم بالليل. اللي هو بالنسبة لهم الصبح مش عارفة. تنايمي بدري. لا 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 الصبح ده مش. وفيه العكس. لازم أنام بدري. واصحة بدري. بداية اليوم عندي من الساعة ستة. هو ده نشاطي. الساعة عشر. أنا مش موجود. فعلا فيه ناس كده. بس طبعا كل حاجة حتى لو جينية أو ورصية. فيها عوامل بيئية. وعوامل زي ما حريبا تقولي كده تعليمية. ما هو ده لازم هيصحى الصبح للمدرسة. وللكلية وللشغل. فممكن تدربها أو تطوعها. لما نحتاجه في حياتنا اليومية. واحتياجاتنا الوظيفية أو التزاماتنا. طيب دكتورة بعض الأشخاص بنصفهم بأنهم متقلب المزاج. النهاردة هو جاي لطيف وصباح الخير. ودود جدا مع الناس. ممكن يكون بسبب النوم؟ فيه جزء منه بيبقى النوم. بيبقى عندهم مشكلة في النوم. تقلبات المزاجية دي موجودة في ناس كتيرة جدا. وفيه جزء منها بنحصل وبنشوفه كمان. زي ما حارك بقى قلت في هذا التوقيت اللي هو الخريف في دخول الشتاء. ناس كتيرة بتبقى مزاجها مش حلو. كمان لو ما نمتش مع تغيير الساعة خليني. لا مزاجي الفترة دي مش حلو. مع أن الدنيا بتلايل أكتر. يعني بنعود ليه الفترة. وبدري. فده بيبقى عامله توطر. فيه ناس فعلا بتعاني من ده. بس مش للدرجة التي تعيقه. لأن لو أعاقته عن أداء وظيفه وحياة والتعامل مع الناس الثانية. هنا أصبح مشكلة ومحتاج مساعدة. تمرض الطفل اللي هو يدخل ينام. أمهات بتلجأ للصوت العالي والصراخ. وده بيعمل طبعا حالة النفسية للطفل قبل ما ينام. يقولك لا بلاش دي نايمية على كده اللي لازم ينام. على قصص هادية على طريقة معينة. إزاي يدخل إبني أو بنتي في موض النوم بطريقة فيها هدوء كده؟ هو مش عايز ينام ليه؟ عايز يلعب. عايز اليوم ما يخلصش. لسه فيه حاجات عايز يعملها. نحاول نعمل مع الديل. نبتدي بالديل. لأ إحنا هننام. إحنا علشان لازم نسحى بدري. اللعب مثلا إنت عايز تعمل إيه؟ طب بكرة الصبح أول ما نسحى هنعمل ده. بنحاول نعمل مع الديل. ونبقى حازمين جدا. لأن زي ما بقول حريقة ما أنا مش النهار ده من يماز ساعة ثلاثة. وبكرة قررت أن يماز ساعة عشر. مش هينام. مستحيل. لازم أبقى عاملة مع الديل ومعوداء. حتى لما بتحرك بتحرك في رينج هو يتقبله. ونبقى متعد خلاص. وأهم حاجة إن أنا شيل سمارتفونز. تابلت. أي حاجة فيها الجيمز. الحاجات دي. لأن دي بتوترهم وبتشدهم. لأن هي بتدي. البلو لايتس دي بتدي إضاءة. كنه صاحب النهار. لازم هيقعد فترة لحد ما التغيرات بقى اللي بتحصل في أول النوم. اللي هو موجات المخ تهدى. عشان يعرف يضحل في النوم دي. هتاخد من وقت. أنا وأن الأطفال صغيرين فعلا. كنت الحاجات دي لازم تطلع برا القوضة أصلا. تتحطف قوضة تانية وهم نايمين. بالضبط. وكمان الأكل. الشيبسي والحاجات اللي فيها. شوكليت وكذا. والشوكليت والبيبسي والكافيين والحاجات دي. كلها غلط جدا على الأطفال والسكريات العالية قبل النوم. لأن ده بينشطهم زيادة. فيخليهم رفضين حتى فكرة النوم. طيب دكتورة خلينا نعدي سريعا كده على اكتئاب تغيير الفصول. تمام. نحن دلوقتي في تغيير الفصول دلوقتي. وبعض الناس زي ما حضرتك ذكرتني من شوية. بيجي له حالة كده من الاكتئاب أو اكتئاب موسمي. زي ما بنقول. تمام. زي نقدر نفرق ما بينهم. هل ده فعلا ليه سبب مبدئيا. وزي نقدر نفرق ما بين الاكتئاب ده اكتئاب موسمي. وإن الشخص أصلا عنده اكتئاب لكنه ما يعرفشه. طيب. هقوها زي ما حرج بتقول كده. الاكتئاب الموسمي أولاية الأعراض بتاعت اللي احنا بالبلد كده أولاية. ما قاريف. مزاجي مش حلو. أنا ما بحبش دخلة الشتا. الدنيا بتليل كده. فمزاجي مش لطيف. ده ممكن بقى إيه. نروح النادي. طيب يصحى بدري. يمشي في التراك. يمشي كده. لكن رغم أنه هو متضايق ومقاريف. أهم فرق بين أنه عنده مرض ومحتاج مساعدة. وأنه هو. أوكي ده هتعدي. أول حد بس ما يتعود على الشتا والدنيا. بتمشي أول أسبوعين تلاتة كده. إنه هو وظيفه الحياتية كلها كويسة. بمعنى قادر يقدي وظيفته. بينام كويس. بإعلاقاته ما تأثرتش بمشكلة. بيأكل كويس. مزاجه قام قريف. بس في العادي لو قاعد بالنهار والدنيا والناس قاعدة لطيف. أنا متقبل ومتعامل. إمتى بقى يبقى مرض وزام حرجة تقول. تقلب مزاجي واكتئاب موسمي ومحتاج مساعدة. بدأ ده كله بقى يتأثر. النوم الشهية. اهتمامه بنفسه. عدم قدرته على التركيز. أو أنه يتعامل مع الآخرين. يبقى فيه إنعزلية. مش حابب بأنه يخرج من البيت أو يشوف حد. بدأنا هنا فتبقى فيه أعراض مرضي. وتبقى مستمرة معي. وتعيقه عن أداء وظيفته. سواء الأسرية أو العملية في الدنيا. يعني احنا نشكر حديك على وجودك معنا النهار ده. كده نتعامل مع أولادنا خاصة في تغيير الساعة وتغيير التوقيت. وكمان مع بداية المدارس فتبقى صعبة شوية عليهم. يا رب كده نكون قدمنا نصايح مهمة كده النهار ده لك معظم الأهلي. أنا بشكر حديك شكرا جزيلا أنه ورسينا الدكتورة دينا إبراهيم. السشاركة طب النفسي جامعة عن شمس. شكرا جزيلا عنه. شكرا. شكرا يا فضل.